برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الدوان الملكي رئيس مجلس إدارة جمعية الشعر الشعبي أقامت الجمعية مساء اليوم أوبريت وأمسية رمز الويام حيث كان في استقباله معالي السيد مبارك العماري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعر الشعبي وأعضاء الجمعية ثم ألقى شعر مبارك عمر العماري كلمة أوضح فيها بأن رمز الويام عنوان تم اقتباس مفرداته من السلام الملكي وهذه الفعالية هي هداء لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة حافظه الله القائد المحافظ على الوحدة الوطنية في مملكتنا الغالية الذي يسير على نهجه المواطنيين لأنه هو رمز الويام الذي يحرص على لم الشمل وتنمية روح المحبة بين أبناء شعبه كما أعرب العماري عن شكره وتقطيره لمعالي وزير الدوان الملكي على رعايته هذه الفعالية وجهوده في تأسيس جمعية الشعر الشعبي ودعمه للشعراء والمواهب الواعدة في هذا الوطن الغالي ثم ألقى الشعر دعيج البن علي والشعر محمد بن شخير العرجاني قصائد ترحيبية ثم ألقى الطفل نايف بن زياد بن حجاب بن انحيت شيلة شعرية بعد ذلك بدأ أوبرايت رمز الويام حيث تضمن الأوبرايت مقاطع شعرية منتقى من أشعار معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الدوان الملكي ومشاركة أربعة شعراء متميزين على الساحة الشعرية بعد ذلك قام معالي وزير الدوان الملكي بتكريم الرعاة الرسميين لهذا الأوبرايت وتكريم الجهات العالمية والشعراء المشاركين فيه بعد ذلك قدم نائب رئيس لجمعية الشعر الشعبي هدية تذكارية لمعالي وزير الدوان الملكي وقيمت على هامش الأوبرايت أمسية شعرية شارك فيها عدد من شعار البحرين والخليج حيث تطرق هذا العمل التاريخي أوبرايت رمز الويام من الفاتح العظيم في البحرين بدءا من وصول المخفور له بإذن الله تعالى شيخ أحمد الفاتح وصولا إلى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ومركزا على الانجازات التي حققتها مملكة البحرين عبر مسيرتها التنموية وبهذه المناسبة شاد مع الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الدوان الملكي رئيس مجلس إدارة جمعية الشعر الشعبي بمبادرة الجمعية بهداء هذا الأوبرايت لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله الذي يدعم ويشجع الشعراء ومسيرة الحركة الشعرية في البحرين وأعرب معلي عن الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا الأوبرايت الوطني وهذه الأمسية المتميزة الرائعة التي أتاحت الفرصة للشعراء للظهور بفعاليات تليق بمسواهم الشعري وتواصل مع جمهورهم وكذلك الشعراء الخليجيين لتبادل الخبرات فيما بينهم والتعارف مبدئا معليه أعجابه بهذا العمل الفني الذي يأتي ضمن أهداف جمعية الشعر الشعبي في المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية كما أثنى معليه على دور الجمعية في إقامة مثل هذه الفعاليات الوطنية وجهدها لدعم الشعراء وتمنيا للقائمين عليها كل التوفيق والسداد خدمة لمسيرة الشعر الشعبي في المملكة جدير بالذكرة بأن هذا الوطنية الضخم يقام بمناسبة ذكرى مرور عشرين عام على تأسيس أشهار جمعية الشعر الشعبي ترجمة نانسي قنقر